موسيقى نحن اليوم نجتمع لإطلاق أحد أهم الخطط الوطنية التي تعمل عليها الوزارة وهي الخطة الوطنية التنفيذية لتطبيق القرار 1325 والخاص بحماية النساء في مناطق السراعات والنزاعات المسلحة والتي تسعى في مضمونها لإضاءة شعلة أمام شعبنا تنطلق من حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته دوليا وضمان مشاركتها دون تمييز في كافة المجالات والمستويات المتعلقة بصنع القرار على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي عبر تطوير آليات الحماية والعمل على زيادة إشراك المرأة في عملية حفظ السلام وحل النزاعات على جميع المستويات وكذلك إشراك المرأة في اتفاقيات السلام والمصالحة نثمن كثيرا وقديرا المجهود الذي بذل من قبل الحكومة الفلسطينية وبالأخص وزارة شؤون المرأة والجهات الداعمة على تطوير الإطار الاستراتيجي للقرار الأممي 13-25 والذي أقر من قبل مجلس الوزراء في منتصف 2015 وحيث نراه كإنجاز كبير في ضل المحددات التي يفرضها الواقع السياسي الحالي في فلسطين كما ونثمن دور اللجنة الوطنية للقرار 13-25 برئاسة وزارة شؤون المرأة في ترجمة هذا القرار الاستراتيجي إلى خطة وطنية لتنفيذ القرار للأعوام 2017-2019 نأمل أن تعطي هذه الخطة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية بالأمن والسلام نهجا جديدا لتأكيد على أهمية مساواة المرأة والمشاركة الكاملة كعضو ناشط في المجتمع وعملية السلامة